السلام عليكم راح أبلش في طلب صف السادس بالقطع اللي هي موجودة بالكتاب مالتهم إذا شاهدت إنه القناة حصلت مشاهدة وحصلت لايك راح أكيد أستمر في هذه الفيديوهات لأن الفيديوهات ذات عبيهم وأحاول أمنتجهم وأخصص لهم موقت خاص تحياتي لكم اسمي إيهاب و اليوم سوف ندرس القطع الأولى اللي هي بيونت 1 هو كان يطفو أو يسبح وإنه فلس من فلت شعر فالشي بوشهم راح أبلش بالقطع بالبداية يوصف إنا الجو كان صباح هذا بجانب البحر أو الشاطئ مدينة شرم الشيخ اللي صايرة بإيجبت ظهرت عندنا الشخصية اللي هي زيد طارق زيد طارق اللي هو إراكي توريست سائح إراقي اللي هو وين كان؟ كان بعطلة بشارم الشيخ زيد طارق زيد طارق كان يطفو بسلام يعني كان يصبح يعني كان يصبح اللي هو بلاستيك ماتر المرادة فماته اللي هو كان يطفو بسلام بسلام He felt شعر something push him فتشي دي دفعه زيد طارق يطفو بسلام السؤال اللي يجي شنو اللي شعر بي زيد طارق شنو اللي شعر بي زيد طارق He felt شعر something push him فتشي دي دفعه He felt His airbed السرير الهوائي التشوب اللي تشانناه عليه His airbed had hit ارتطم او ضرب a piece of food قطعه من الخشب He felt that His airbed had hit a piece of food ضرب قطعه من الخشب But then it pushed even harder ودفع بعدين اقوى حس الشي دي دفعه اقوى harder He fell into the water وقع بالمي fell into the water He saw it was a shark هايجي السؤال What did الزيد طارق see What did الزيد طارق find out شنو اكتشف He saw it was a shark إنه كان قرش What did الزيد طارق try to do شنو اللي يحاول الزيد طارق What does الزيد طارق try to do زيد طارق tried to swim away اكيد حاول يسبح ضرعيد He tried to swim away But the shark bit bit The shark bit his arm What did the shark do شنو اللي يحاول The shark bit زيد طارق's arm أو bit his arm طارق lost a lot of blood فقد Why blood them He started screaming بده بده يصيح As loud as he could وعلى ما يمكنه هاي يجينا السؤال Why did الزيد طارق scream ليه الزيد طارق كان صيح He screamed because لأن He screamed صيح لأن He thought اعتقد He was about to die كان على وشك الموت About على وشك To die الموت زيد طارق Was praying praying كان يدعي Okay To God إلى الله To save him حتى ينقذي Then Some dolphins بعض الدلافين Swam up سبحوا نحو الأعلى Swam up Okay And frightened وخوفوا the shark away وخوفوا والقرش خلوه يروح بعيد They swam up and frightened the shark away تقريباً كانوا six dolphins ستة الدلافين دول الدلافين ش سووا How did the dolphins save طارق الشون نقذوا زيد طارق The dolphins swam up سبحوا نحو الأعلى and frightened the shark away وخلو القرش يروح بعيد The dolphins made الدلافين صنعوا made صنعوا a circle around زيد طارق حول زيد طارق To protect him حتى يحموا protect يحمي And the shark couldn't get near him والقرش الشارك couldn't لم يستطع get near him يقترب منه هيجينا سؤال What did the dolphins make السووا الدلافين The dolphin made a circle سووا دائرة around زيد طارق and protected him أو the shark couldn't get near him who protected زيد طارق منو حما protect protect The dolphins protected زيد طارق اتنا بهلفنا coast guard coast guard اللي هو خفر السواحل اللي كان اسمه جميل العلوي جميل العلوي Heard شنو Heard Heard معناته السمع طارق's screams سرخاء طارق He rescued him by boat نقذ بالقارب نقذ بالقارب رسيكيود ينقذ رسيكيود him by boat نقذ بالقارب Who was جميل العلوي مينو كان جميل العلوي جميل العلوي was the coast guard خفر السواحل who رسيكيود زيد طارق باي بوت اللي نقذه بالقارب وكان خفر السواحل بتقدرون تقولون and بالبداية her طارق's screams وسمع صرخاء طارق He gave him اللي هو جميل العلوي اطل زيد طارق First aid First aid اللي هي اسعافات اولية First اولي وايد اسعافات On the boat على القارب هم يجينا سؤال What did جميل العلوي give زيد طارق شنو جميل العلوي اطل زيد طارق He gave him الطا First aid اسعافات اولية On the boat على القارب بها الاثناء عندنا شخص اخر اسمه احمد المصري احمد المصري اللي هو جنيل's partner شريك جميل جنيل's partner هذا بها الاثناء He called the emergency services اتصل بخدمات الطوارق وبها الاثناء Ambulance An ambulance arrived وصلت Ambulance اسمه سيارة اسعاف Ambulance An ambulance arrived on the shore وصلت على الشور اللي هو الساحل They took طارق to the hospital in شرم الشيخ اغذو المصري شرم الشيخ يجي سؤال What was waiting for طارق شنو الشي اللي كان ينتظر طارق On the shore على الساحل An ambulance was waiting سيارة اسعاف كانت تنتظر السؤال الاخر Where did they take زي طارق أو Where was زي طارق taken وين نناخذ زي طارق زي طارق was taken into the hospital in شرم الشيخ اغذو بالمستشفى في شرم الشيخ اتمنى استفادية من الفيديو وراجعوا اكثر من مرة حتى تحفظوا المفردات